أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن حاملة الطائرات يو اس اس نيميتز ستبقى في الخليج بسبب التهديدات الأخيرة من جانب إيران وذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها ستعود إلى قاعدتها بالولايات المتحدة بينما البعض اعتبره مؤشرا إلى خفض التصعيد وتجري نيميتز دوريات في مياه الخليج منذ أواخر 22 نوفمبر لكن وسائل أعلام أمريكية كانت قد قالت هذا الأسبوع أن كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الخطوة هي إشارة لخفض التصعيد موجهة لطهران تجنبا لحدوث صدام في الأيام الأخيرة للرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب في منصبه غير أن ميلر أصدر الأحد بيارة معاكسا قال فيه أنه بالنظر إلى تهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين فقد أمرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها الروتينية وأضف ميلر القول أن يو اس اس نيميتز الآن في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية وأنه لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزم الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر